وذلك يا إخوة أذكر نفسي وإخواني بالإخلاص والمتابعة يا إخواني احذروا صورة الرياء المعاصر بعض الناس والعياذ بالله اليوم حتى يكذب رأيناهم في الحج وفي المسجد الحرام وهنا يأتي يقول خذ الهاتف صورني وممكن يبكي كذاب ما يدعو أصلا فقط يريد أن ينشرها يضعها حالة يرسلها يصورها ويضعها في المجلس ويضع تحتها سبحة وبعض الناس يأمر أخاه أن يصوره ويصلي بالفيديو والنصورة يا إخوة المؤمن عبادته عنده أشد من بنته يحرص على إخفائها على سترها ما استطاع ولو استطاع أن يسترها عن الناس أجمعين لا فعل يريد الإخلاص يبتعد عن الرياء يا إخوة يكفيكم أن الله يراكم ويسمعكم لا تشتغلوا بهذا التصوير لا تصوروا عباداتكم احرصوا على الإخلاص احرصوا على أن يكون همكم الله سبحانه وتعالى وأعظم من ذلك إنشغال الناس بالتصوير أثناء العبادة يعني يا إخوة نطوف حول الكعبة والإنسان يستحضر ويدعو ويدكر الله وبعض الناس على الهواء ورأيت بدعة جديدة يقول يا أبي ادعو معنا ادعو معنا حول الكعبة يا أمي هذا الحجر الأسود الشري أعوذ بالله بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ادعو لهم أنت واجتهد في عبادتك واترك عنك هذا اترك هذا التصوير أثناء العبادة أو التصوير للعبادة أما التصوير لغير ذوات الأرواح في غير العبادة ولغير العبادة تريد تصور المسجد تريد تصور الكعبة هذا ما نضيق فيه لكن الكلام العظيم أن تصور متظاهرا بالعبادة أو تصور عبادتك أو تصور وأنت في العبادة أحذر من هذا يا إخوة تحذيرا عظيما أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتقبل مننا أجمعين بخشي